بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طالبات ثاني ثانوي اليوم رح نسمع الدرس الثاني من الفصل الثاني في الجدول الدوري الحديث فكرة رئيسية درسنا اليوم وهو تصنيف العناصر فكرة رئيسية رتبت العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات حسب توزيعها الإلكتروني في الرقم مع الحياة لا تكفي معرفة رقم المنزل لإيصال الرسالة لذا من الضروري توفر معلومات إضافية مثل اسم الشارع والمدينة والمنطقة وبالطريقة نفسها يتم تعرف العناصر من خلال تفاصيل توزيعها الإلكتروني مما يتكون الجدول الدوري أخذنا في الحصة السابقة مكون مما يتكون الجدول الدوري يتكون من خطوط أفوقية تسمى دورات وأعمدة تسمى مجموعة أول مجموعة سميت بالفلزات القلوية المجموعة الثانية ذكرنا اسمها سابقة بأن الفلزات القلوية الأرضية وأيضاً فلزات الانتقالية بالوسط والعناصر الانتقالية الأرضية اللي هي بالأسفل ومجموعة الهالوجينات اللي هي مجموعة 17 ومجموعة الغازات الخاملة اللي هي مجموعة 18 المجموعة الأخيرة ترتيب العناصر في الجدول الدوري وفق التوزيع الالكتروني رتبت العناصر على أساس التوزيع الالكتروني فالك balanced كيف يمكن تحديد الى الكتروني التكافأ والدورة لاحظين معي توزيع الالكتروني للعنصر الهيدروجين الهيدروجين على ذري واحد فتوزيع الذري رح يكون 1s1 الرقم الأول هو يسمى بالمستوى الأول أو مستوى الطاقة الأول الحارف هو المستوى الفرعي أو المستوى الثانوي والأس رح يكون عدد الإلكترونات المجال الخارجي لعنصر الهيدروجين هو واحد وفقاً لآخر مجال عندي عدد الإلكترونات آخر مجال عدد الإلكترونات آخر مجال كالواحد فرح نسمي بما أن الإلكترونات واحد المجموعة عفواً بما أن المستوى الأول رح يكون مجموعة الأولى بما أن عدد الإلكترونات واحد رح يكون دورة الأولى فالدورة الأولى نسبة إلى المستوى الطاقة الرئيسي الأول اللي هو الأول 1S1 هذا الدورة الأولى المجموعة هي الأسس نحضع معنا على سور الليثيوم ون S2 two S1 فمستوى الطاقة رح يكون الثاني الأخر مستوى عدل الإلكترونات رح تكون الأس والمستوى الفرعي أو الثانوي أو المجال الثانوي رح يكون الأس المجال الخارجي يحتاج إلى الأكترون واحد اللي هو الأس هو المجال الخارجي من الإلكترونات المجموعة رح تكون المجموعة الأولى لأن آخر أس عندي هو واحد أو عدد الإلكتروني الأخير هو واحد والدورة رح تكون الثانية لأن آخر مستوى صنانه هو مستوى الثاني كذا نقدر نحدد المجموعة والدورة الدورة نسبتان إلى المستوى الطاقة الرئيسي اللي هو يكون جب الحرف والمجموعة نسبتان إلى الأسس لآخر مستوى أو نسميها المجال الخارجي الأخير الأسس رح يكون مجموعة بماذا تسمى الإلكترونات مجال خارجي تسمى بالعدد الإلكترونات أو المجموعة الإلكترونات التكافأ هي الإلكترونات الموجودة في مجال الطاقة الرئيسي الأخير للذرة توزيع الإلكتروني للهيدروجين 1S1 الليثيوم 1S2 2S1 الصوديوم 1S2 2S2 2B6 3S1 لاحظة وزيع الإلكترونات لجميع العناصر الموجودة عندك آخر مستوى الإلكترونات المستوى الخارجي هو رح يكون آخر مستوى صلة في الهيدروجين والS في النيثيوم آخر مستوى هو 2S في البوتاسيوم مثلا 4S في الريبيديوم 5S في السيزيوم 6S في الفرانسيوم FS لاحظة إن جميعها تنتهي بأس واحد إن جميعها في المجموعة الأولى لكن المستويات الدوراتаюсь تختلفت فالدورة الأولى رح يكون رقم واحد الدورة الثانية ومستوى الثاني رح يكون الثاني المستوى الثالث رح يكون الثالث وهكذا عناصر مجموعة الأولى أو عفواً الدورة الأولى رح تنتهي بـ 1S وتنتهي بتبدأ بـ 1S الدورة الثانية 2S الدورة الثالثة 3S الدورة الرابعة 4S إذن الدورة هو الحرف الموجود جنب الحرف الرقم الموجود جنب الحرف على طول اكتب توزيع الإلكتروني لعنصر الكابريت راح الكابريت عند الإلكترونات 16 راح يكون توزيع الإلكتروني كالتالي 1S2 2S2 2B6 3S2 طيب آخر مستوى مستوى الخارج الأخير راح يكون 2S3S عفوان 3S2 مستوى الطاقة الرئيسي هو 3 إذن هي في الدورة الثالثة مجال الخارج أو عفوان الإلكترونات المجال الخارجي هي 2 إذن راح يكون في المجموعة الثانية ما لاش فالجموعة الثانية الدورة الثالثة المجموعة الثانية عندنا 2 3S2 و 3B4 كلهم في نفس المستوى فرح نجمع الأسس 4 زائد 2 راح يكون 6 إذن عنصر الكابريت في مجموعة 16 لانه من ضمن عناصر 16 والدورة الثالثة لحظي معي التمثيل النقاطي الهيدروجين لأنه مستوى الخارجي من الهيدروجين 1 راح يمثل بنقطة 1 النيثيوم مستوى الخارجي فيها 1 سيمثل بنقطة 1 الصوديوم أيضا 1 لحظي معي الكابريت قبل شوي عدد النقاط هي عدد إلكترونات التكافر الخارجية كانت 6 فعدد النقاط راح تكون 6 إذن التمثيل النقاطي راح يكون من خلال المستويات الخارجية الأخيرة إذن التمثيل النقاطي راح يكون الإلكترونات الخارجية آخر الإلكترون موجود عندي هي راح أوزحها على شكل نقاط بسمها بالتمثيل النقاطي لحظي معي ثاني لما نوزع توزيع الالكتروني نرجع شوي شايفين الكابريت لما احنا وزعنا توزيع الالكتروني للكابريت عدد الالكترونيات كانت 16 وزعنا 16 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 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 3b4 تمام؟ في لحظي معي آخر مستوى عندي توزيع التروني للس هو 3s و 3b طيب إذن هي في الدورة الثالثة هذا معناه دورة في أو المستوى اللي وصل للثالث هو آخر مستوى اللي عندي فهو 3s 3b إذن رقم ثلاثة اللي جنب الحرف هي المستوى أو نقول الدورة الأسس رح نجمع الاثنين زائد الأربعة عشان نتوصل إلى عشان نوصل إلى الالكترونات الخارجية اللي هي المجموعة أربعة زائد اثنين ست إلكترونات بما أنها ست إلكترونات وهي موجودة في آخر حرف اللي هو البي إذن رح نقول 16 نسبة للبي هذه 16 طيب أنا عندي أساساً ست نقاط أربعة واثنين ستة ست نقاط هي رح أمثلها في التمثيل النقاطي رح أرسم حرف الأس وأحط حوالينا ست نقاط ذلك شوفي معي الكبريت في المجموعة اللي قبل شوي في التمثيل النقاطي لاحظي معي الكبريت هنا حوالينا ست نقاط واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذن مستوى الخارجي 6 نقاط إذن هي في المجموعة الـ 16 عم نقول الساعة فئات الجدوري أنا عندي فئات موجودة في الجدوري فئة الـ S هي رح تكون في المجموعة الأولى والثانية فئة الـ B تبدأ مجموعة 13 إلى مجموعة 18 رح توصل لفئة الـ B فئة الـ D هي رح تكون من مجموعة الثاثة إلى مجموعة 12 وفئة الـ F هي رح تكون مجموعة ثلاثة في الأسفل هي الأ fragment والأكتنيدات إذن الصفوف رح تكون دورات وترقم من 1 إلى 7 والمجموعة الأولى والثانية رح تكون مجموعة 13 إلى 18 رح تكون فئة البي مجموعة من 13 من مجموعة الثالثة إلى 12 رح تكون الدي والمجموعة الاتحت رح تكون الاف حيث رح تكون الن ناقص 1 أو الن ناقص 2 هي من وجودة في الدي أو موجودة في الاف نحن معي في التوضيع الافتروني كيف بيكون شكلها إذن المجموعة الأولى والثانية رح يكون كلها تنتهي بحرف الاس المجموعة 13 إلى 18 رح تنتهي بحرف البي المجموعة من 3 إلى 12 رح تكون تنتهي بحرف الدي دي رقم 3 دي فأربعة دي خمسة دي ستة دي على حسب المجموعات مجموعة F رح تكون موجودة في المجموعة مجموعة سمناها في الزاد القلوية الأرضية وهكذا أي مروض التالي ليس من فئات الجدول الدوري اللي هي رح تكون لإجابة سؤال فقرة C لأنها فئات الجدول الدوري هي ال-S وال-B وال-D وال-F وليس ال-G ينتم الأكسوجين أو ثماني لأي فئة لما توزيعين توزيع الإلكترون الأكسوجين 1-S2 2-S2 2-B 4 فهي في فئات ال-B وبكذا انتهينا من تصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث صلى الله وبرك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين ترجمة نانسي قنقر